كلما بدأ المقطع يا حبايب. غيث هذا الطفل اللي مهوب يا حبايب. هذا الشخص فعليا مهوبة خرافية يا حبايب. مغني بس الوقت محتوى الخرافي اللي قاعد يقدمه. بحيث كل المشاهر يا حبايب اللي قاعدين يطلعون بياه. يمدحوا ويقولون محتوى كلش خرافي. نزل مقاطع ويا بيسان اسماعيل ويا نارين. لكل حالية متحدي انه يوصل خمسة الاف مشترك يا حبايب. فارحطوكم رابط قناته بالوصف يا حبايب. اريدكم كلك تروح تشتركونا عنده وتشوفونا المق طويل اليوتيوبر. بالضافة يا حبايب نوصل خمسة الاف والكومنتات كلها الجيش من ملك القصص. حبيبت القلب مع غيث بأول. بأول فيديو على قناة غيث لزديدة. حبايب حبينا نفتتح القناة عنه وبسان بأول فيديو مع غيث على قناته. حبيب القلب لازم. الرابط بالوصف التأليقات روح تشتركوه عنده. الخبر اول يعد عن التهجوم التعرضات لاميرا يا حبايب بما نزلت هذه الصورة. اللي نعلم ماتشت ملابسه شوية قصيرة وظهرة من ملابسها. قصب عامل تركتيم ح اللي نجدتها انه رح تندمي وتم إلغاء المتابعة من عادها. وانه انتصرت تلبسي القصير خاصة بعد ما تركتي محمد. بيضافة شي صادم يا حبايبون هو تنزيل لهذا التك توك اللي كان نوعا مع الأغنية محمد كريم الجديدة اللي هي خلصتنا خلصت. فاليا ترى هي رجعت حنتنا وتريد ترجع لما دلصراحة كل الكومنتات اللي قد تكتبو لها. انو تروا تحبيه أصلا ما تخليتي عني. عاكونا رحطكم الفيديو. اشتركوا لكم اللي قاعد سوية اميرة هل هي فعالية مشتاقل محمد او لا. الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر اللي عادنا اللي هي قمر طاية حبايب بعد ما رزت على حسب الانستجرام تشد تقول بي انو اليوم صاروا يها شي كلش حلو. وبالستوري ثاني تقول هذا الشي هو يخص حياته شخصية ولكن اكيد احنا من حقنا نعرف. وبالستوري الثالث قاعدت انو صورتلكم شوية من عدة ورح تنزلنها كل اقطات باليوتيوب. بالاضافة للصور اللي بعد نقول الشي اللي صار هو كلش صادم رح يصدم البعض ورح يفرح البعض. وبالاخير ختمت بهذا السوري كاتب رح اصور فيديو واشرح لكم كلش الحقيقة. ومتاكد اصدقائي رح يصدمون لانو بعضهم ما يدرون. بس متاكد رح تفرحوا لي. امتاكد رأيكم الفيديو واشتاكد لكم كلش. مفرحانة بس نفسكم مترددة. ما اعرف شو حتكون لادا تفعلكم وما اعرف اذا حنشر الفيديو اصلا او ما انشره. لكن اذا حنشر الفيديو فان شاء الله حنشر يوم الجمعة ساعة خمسة. وان شاء الله تفرحوني. هو فتش يعني انا فرحانة. ان شاء الله تفرحوني وتنصدمون واتكون لادا تفعلكم حلوة. تكون مجازين. طبعاً كلكم تكتبوني أنه يوم الجمعة بعيد ونزلي قبل وهاي هو معرف معرف حطكم بوكس وقلوني أنت يدو أنزلي قبل الصراحة الكلام يقاعدك كل الصادم ما أدري شين توقعوني يقاعد تجهزنها هل هي تر خطبة أو اززوجة ما أدري الصراحة أكتبوني بالكومتات شين توقعتكم لهذا الموضوع أما بالاسم اليوتيوبر الثاني اللي عادنا واللي هي شيروا يا حباب تنزيله شوية تستوريات بهادة الأستوريات كنت يعلمي خلال لدي صور مقطعوية وموفلوكس رح يسئلها أسئلة جريئة أو الكهرباء طبعاً مثل ما تعرفون هو يمكن يحب نارني بيوتي فيمكن يسئل عن هذه الأسئلة مادر الصراحة لحي تزالينا قريباً رح ترونكم الأستوري شوفو يا جماعة بدي مساعدة منكم كنت لا تشوفوا هون عندي جهاز الكهرباء سوف أصور مع مو تحدي الأسئلة الكهرباء أيو بدي منكم تكتبوا لي أسئلة بحيث أنه ما يجعب على أولا واحدة منهم يضلية كهرباء بدي أسئلة كثيرة قوية وإن شاء الله البكرة إن شاء الله البكرة فيديو بينزل إن شاء الله الفيديو بكرة بينزل وماكسموم بعض بكرة بس إذا كنت بتقول لي أسئلة أحلوة اليوم رح ينزل اليوم لا أمو اليوم بكرة أوكي كتبوا لي الأسئلة الله فكتنا يا حباب بالكومتات المقطع منهم 150 أكثر بين شيرو وقمر الطائي الخبر الثالث اللي عادنا عن نورمار يا حبايب ولانا وشوية ستوريات ويا بعض وتيك توكات ويا بعض ما زلوا يصوروني يا بعض هذا اللي يخلي شوية فانزات قمر إنه يتهجمون عليه لأنه ما ميردون نورمار إلا ويا قمر الطائي بنضاف إذا يا حباب نزلت هذا السوري قاعدة تقول بي أنه عندها هواية أفكار قاعدة تجهزني إياها بالمستقبل رح تنزل لنا إياها ولكن ما تريد تقول لها أني إياها إنه لنخافة بعض المشاهير إنه يبقون هذه الأفكار من عدها فمن تتوقعون تصد بالمشاهير لبقوا الأفكار من عدها ما أدري أكون أضحطكم الستوريات شوفوها تعلمت شغلي إنه ما عاد أحكي أفكاري اللي بدي أعمله لقدامها للستوري لأنه مرة حكيت ودغري راحت أن عملت الفكرة وكانت فكرة كتير مميزة ولهلأ حصرة بقلبي إنه ما عملتها ما علينا في فكرة حاليا بدي أعملكم ياها كمان كتير 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 حتستفادوا منا يعني أشياء حتفيدكم أشياء حتسهل حياتكم فما بدي أحكي أكتر من هيك لبشان ما يروحوا يسرقوا لي ياها وبس والله حبيت هيك بس شارك معكم إنه هالأيام اللي كنت غايبة فيها والله عم فكر فيكم وعم فكر شو أعمل فيديوهات أشياء جديدة وهيك وبس نفيوا الخبر الرابع اللي عادنا عن رغض كوميديان يا حبايب وتها جملة عرضات لابسة بتنزيلها هذه الصورة اللي كانت بمناسبة راس السنة شوية من الملابسة الظاهر مثل المشافيين من الملابسة قصيرة هذا خلي شوية من الكومنتات يتهجمون عليها بسبب أن هي محطة وشم وصولي الكومنتات وسبب فكتبنا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر تستحق تهجم أو لا الخبر السادس اللي عادنا عن فضيحة أم بيسان اسمائي يا حبايب هذه شوية فيديوهات التشرت على التيك توك أن أم بيسان مثل المشافيين يا حبايب اللي كانت وياهم كانت قاعدة تدخن طبعا حمد كنا نعرف أن هي تدخن فهي حرية شخصية بالنهاية ولكن نوعا ما نحاول نبعد هذا الشي لأنه كم مشاهير أو كي يوتيوبر هذا الشي ممكن يأثر على بعض الأشخاص اللي يأخذوهم كقدو وممكن يقلدوهم فاكتبنا بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر ويصلوا يا حباب لنهو سلطة المقطع اللي تستسعون تشتركونا عن تغيث رابط قناة بلوصف روح فجروها يا حباب أنا واثق بكم رابط بلوصف فجروها قناة جيش مملكة القصص